اهلا بكم من جديد تختلف اسعار المساكل في الاردن من عام لاخر بين ارتفاع وانخفاض وذلك لأسباب عديدة اهمها الظروف السياسية والتوترات المحيطة بالمملكة الامر الذي ادى الى وجود هجرات قصرية من بعض الدول المحيطة بالمملكة واذا ما تحدثنا عن الارتفاعات الحاصلة وخاصة باسعار المنازل المستاجرة فلا ينبغي في اي دولة في العالم ان تتجاوز قيمة ايجار المسكن ما نسبته هو العشرون بالمئة من اجمال الدخل الشهري للمواطن لكن في الاردن اصبحت قيمة الايجار تتجاوز في بعض الاحيان نصف ما يتقاضى المواطن شهريا ونتيجة للتقدم غير المحسوب على المستوى الصناعي والاقتصادي في المملكة ارتفعت كلفة المساكن نتيجة الارتفاع الكلفة العامة للمواد المستخدمة في البناء كالحديد والاسمنت وغيرها من المواد التي تدخل في مجال الانشاءات واذا ما اخذنا في الحسبان ان كثيرا من هذه المساكن لا تخضع الارتفاع كلفة مواد البناء نظرا لقدم انشائها فالارتفاع يصبح غير مبرر من ناحية اخرى فان الارتفاع الشمل ايضا المساكن المعروضة للبيع فالمواطن العادي الذي كان يرغب بشراء شقة او منزل ونظرا لما يصطدم به من معويقات الارتفاع فان ذلك اصبح بالنسبة له حلما شبه مستحيل اذا فالارتفاع مستمر والدخل في انخفاض قياسا بارتفاع سعر الاجار او البيع على حد سواء المواطنين في الزرقاء ومعان والكرك واربد يعانون من هذه المشكلة كغيرهم من باقي سكان المملكة من معان والزرقاء والكرك واربد نتابع معنا التخارير التالية التي عدها الطلبة هناك عاصفة وليست كأي عاصفة حلت منذ اكثر من اربع سنوات ضيفة على المملكة وكان تأثيرها الاكبر في محافظات الشمال وما زلنا نلاحظ امتداد اثارها حتى يومنا هذا ارتفاع في اجور المنازل وصل الى حدود المائة ديناسي بعد اشغال معظم الشقق الفارغة باللاجئين السوريين والعمالة الوافدة الذين كانوا يتوافدون يوما بعد يوم بشكل كبير الى مختلف مناطق محافظات المملكة بشكل عام والى الشمال بشكل خاص اعداد الناس اللي بها تستاجر عالي جدا وبنفس الوقت المالكين يعني هم هم ما تغيروا يعني المالكين قاعدين بتحكموا بالعالم عكيفهم وما بدهم ما بدهم اي تدخل حتى اصلا فيش اي تدخل لانه قاعد قبل ما يكتب العقدة عن المحامي بحط لك هو الشروط اللي هو بده اياها وانت بس عليك توقع يعني اللي بنرجوه من الحكومة من المسؤولين من اهل الضمير انه انه يكون لهم لمسة لمسة طيبة بهالموضوع لانه والله الناس يعني بتعاني من عبء كبير بتعاني من عبء اقتصادي قوي جدا ارقام باتت اعتيادية واقل ما يمكن سماعه لاجار شقة اقل من عادية في منطقة عادية واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المصاريف الشهرية لفواتير الماء والكهرباء والخدمات ومخصصات حارس العمارة في كل شهر فان القيمة النهائية ستتجاوز اضعاف راتب الفرد الاردني الجنون في ارتفاع الاجارات المتلاحقة قبلها عزوف من قبل مواطنين عن شراء شقق سكنية بسبب ارتفاع اسعارها وعدم توافق ذلك مع مداخلهم الشهرية فاصبحت عبارة احلم بعمل اضافي معد دخل الشهري يكفيني عادية تلخص حال عائلات اردنية لا تستطيع مجارات الاسعار حتى مع انخفاضها غير الملموس لهذا العام معاذ ردايدة لبرنامج منا وفينا